إلى ذلك أكد أعلن قادة مجموعة العشرين على أهمية الحل السلمي وبذل الجهود الدبلوماسية والحوار لإنهاء الصراعات وشدد أعلن القادة على أهمية متابعة الإصلاحات من أجل بنوك تنمية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية كما دعا الإعلان لتسريع النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل لافتا إلى أن القمة شهدت وجهات نظر وتقييمات مختلفة للوضع بشأن الأزمة الأوكرانية شكرا